برنا اكلها سواء لو سهلا.. لا مين انا لو برنا اكلها سواء انا مطرتيليه و اهو سهلا فيك بفيديو اشتيك بهذا الفيديو رح احكي عن خمس اكلات عربية غريبية بس للملاحظة هدا منو انت اقاد هدا يعني فيها اكلات منو انا اصلا كمان باكله بس بالنسبة للغرب هدا الشي كتير غريبي تتاكها فبس عشان هيك حاب وضع هدا الصورة احسن ما يقولولي هيا انا واشا عم بتنقل هدا انت منك عربي انت عم بتنبقت الحضانة العربية كاخرة ما اصدها الفكرة انو بس سنو بالتفاجم اول اكلي كتير غريبي يعني لدرجة انو لما رفقاتي نزلوا من المانيا على اللبنان وحبوا يدوقوا او يشوفوا كيف لعن احنا الكويزين اللبناني خاصة درجعتهم شي اسمو السودانية السودانية يا معلم هي الكبد تبغول العجل او العجل الغنم او شو بسموه بس مش البقر البقر اللي عم بتتاكل ناية يعني الكبد البقر ما بتتاكل ناية تاكل مقلي او شي هيكي يعني فكروا فيها من هذا المنطق ان انا عم ناكل الكبد ناية بعضه ملطق بالدام يعني انا قد ما عم نضفتها حضاء في دام مع شعف الطيز حدا انو البهن طيز شعف الطيز حدا فانت تخيل هدا المشهل انت عم بتاكل الكبد ناية مع طيز اها فكرة شدت لالتنا كتبها بالسودانية كما فرجيني لرفقات القلمان صورة السودانية يعني بحس حتطلع من تموه يعني كلمة انو انت حيوان شي بس اكيد ما بيقولوا عايد انو فبقوله انو بس بحبه يعني الآخر اي اكل العربية اللي هي شوية غريبة اللي هي الكب النية بس انتو فكروا فيها بتجيب لحمة تحط بقلب جرن للكبة على هكايد مزامة البطلت بتحط جرن للكبة ودلك تمامس فيها تمامس و تمامس تضيف الطيز مطمع ميش تضيف ملح تضيف طمع مصفية حتى تصبح كثيرا نعمة و اخر شي تأكلها ايجا عشرة تتريلتي انا كتير جوعان بس المعام ما هي كثير غريبة لشكي ان احنا كيف نطلع بالقصص يعني مثلا تعقول الكوسة محشي انا انا اكلت المفضل الكوسة محشي بس اول واحد عمي الكوسة محشي كيف تطلع فيها الفكرة انه بل اجيب الكوسة وينقرها بشي اكيد ما كان في هاد السكيني بالاول هاد السكيني ويطلع كل القلبه اللي برا ريعم الحشوة من لحمة وصص ويكي يضبخها مع صوص الطماطم يعني كيف تطلع فيها الفكرة ما عم بفهم لحنا خيئة كرياتيب كرياتيب تأكلي اللي هي الكثير غريبة وانا صراحة ما بحبها اللي هي لمصارين انه تجيبها لمصارين الخروف وتنظفهم بس انه قد ما كان قديه حتى تنظف يعني قد ما تنظف فيه للمصران سيضلب قلبه خارج يعني قد ما تنظفه للمصران اخر شي بتنطف المصران جاب تكون انت عامل حشو من رز وحمص وبهرات واسس وهيكي جاب تحشيها للمصران وتأكله بس هو منظرة على الطاولة بذكرني بحصة البيولوجي لما كنا نشوف الانتستنز على اللوح ويكون فيها كش دامتو تسحبها لددوزين ما ما ولكن تفتح نفسي على فكرة يدقتها مرة وهيكي بتنضغ ويعني بتشوي كثير ما 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 حبيتها صراحة هذا بيكون مصران ومعدة ويعني ما 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 نخلي شي فيها البقرة حرامها البقرة يعني رابع أكل اللي هو أنا كده عملكون انه ما 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 نخلي شي فيها البقرة اللي هو حرفيا لانه في شي اسمه مقادم وكوارع وصيقان لا تدريكم شو هي الكوارع الكوارع هي من أشهر الأكلات في العرب من دول العربية وخاصة في مصر والعراق والأردن وغيرها من البلدان كمان لبنان وهي عبارة عن أقدام الجاموس والبقر وتسمى لدى بدوسيناء وجزيرة العراق وبلاد الشام بالمقادم وتسمى بالهرقمة في تونس لا يختلف الاسم عن طريقة التي تعد بها تلك الوجبة الدسمة ويكيبيديا كوارع حتى الإجرام بدنا هذا يعني خامس أكل اللي هي أكثر شي غريبة أنا صراحة مستحيل اللي هي راس النيفة يعني أنا لما يحطوا الراس قدامي ويطلع فيه أنا هاك خروف والله حرام راس النيفة هو بقى راس خروف بنطبخ بقلب طنجرة بخار يعني فانت جايب راس وحطوا بالهادا وطبخ فبسلك تاكل اللسانات لسانه عينه يعني وحيواله بتفتح نفسي علىك يعني طلع براس طلع حرام بدايش حط صورة لهون الكتير يعني هدا بس انه تامي سون شكرا للمشاهدة على حلاغ من الناس فيديو برجع بعيدا وأكيد هدا من انتباه لالاكلات العربية بعدان هذا الخروف اللي عم انس سلم بان انت فماكتير تحس انه انت مكتير تقدي شخصية في هدا السيريز اللي هبلا ارى شفيح انه اللي بنانا لأ انا كشخص لبناني هحاول سير اعمل اكلات عربية فإذا انت شخص تعريب عم تحضر هيدا الفيديو بليز عكيني دي ام على انستجرام عال اكلات عربية يعني مثلا أكل مغربية أكل إيرائية أكل ليبية اللي أنا بقدر أو حاول أطبخها وهنا وهذا حيثيه سيريس على اليوتيوب فـ Until then stay safe ويقبرنا